تموجة هذه اللوحات الفنية وتفاصيلها تبرز إبداء حكيم تونسي الرجل الذي عشق الرسم التشكيلي فاحترفه بعد حلم انطلق في تحقيقه بالمدرسة العليا للفنون الجميلة التي تكون بين جدرانها الموهبات تبدأ مع الصور كلاسيكية عند كل الفنانين طورت الفن في المدرسة الوطنية للفنون الجميلة وتخرجت منها في 1992 ديبلوم اتصال بصري أكثر من مئة لوحة نصف تصويرية هي نتاج سنوات من العمل الدؤوب في مجال فرض على حكيم الصبر بمحاولاته لتجسيد بوروث الجزائر الثقافي ومبانيها القائمة على طريقة الإسلامية خدمت تقريبا 120-130 لوحة لأن ناخذ فيهم الوقت لوحات نتاعي ندرسهم وناخذ فيهم وقت ما نحبش نتسرع في اللوحات في اللوحات نكون في ميدان العمران الموريسكي والتراث الجزائري رسالة النبيلة تلك التي بعثها حكيم تونسي الذي اختصر مسيرته في كلمة واحدة الاجتهاد فكل فن حسبه يحمل نورا إلى الآخر أول شيء الإرادة لازم تكون عندك إرادة بيش تكمل في الله خاصة إذا كنت تحب هذا الميدان إذا كنت تحبه يعني تكون عندك إرادة بيش تواصل فيها إن شاء الله الجمهور يتفهم الفنان الجزائري ويعطي له حقه بيش يكون في المستوى ويرقي الثقافة الجزائرية موروث ثقافي يستحق التشجيع لرجل احترفت أنامله الرسم فنال اعتراف الجميع